تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار العلمية والتكنولوجية والبداية من صحيفة البيانة الإماراتية التي نقرأ منها فكو شفرة فيروس الإيدز بالكامل جاء في تفاصيل الخبر تمكن باحثون في جامعة الأبامة الأمريكية من اكتشاف آخر جزء من بروتينات فيروس الإيدز المؤلفة من 15 جزء وتمكنوا من فك شفرتها وذكرت صحيفة دايني ميل أن الباحثين الأمريكيين اكتشفوا أن جزء المكتشف مسؤول بشكل كبير عن ضم الغلاف الخارجي الشوكي للفيروس مع بقية الخلية ما يساعد على اتصاله بالخلية المضيفة وجعله يبدأ بعمليات استنساخ نفسه في داخلها نطالع مشاهدين من صحيفة الأيام البحرانية كلمة واحدة تكتشف من يكذب عليك عبر الواتساب قام باحثون من جامعة كورنال الشهيرة في ولاية نيويورك الأمريكية بدراسة ما كانتهم من التعرف على مؤشرات تكشف الكذب في محادثات واتساب كما توصلوا إلى بعض الاختلافات بين كذب الرجال والنساء في واتساب ولاحظ الباحثون أن عدد كلمات الأخبار الكاذبة تكون أطول في المتوسط مقابل كلمات المحادثات غير الكاذبة واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية نظارات إلكترونية تعيد الرؤية إلى شبه المكفوفين أعلن إخصائيون بصريات لبنانيون أن المصابين بضعف النظر الحاد في لبنان المصنفين قانونيا ضمن فئة المكفوفين باتوا يستطيعون استعادة الرؤية والتمتع بحياة طبيعية بفضل نظارات إلكترونية حديثة باتت متوفرة في السوق اللبنانية وصحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تقرير سناب شات تحتفظ بآلاف من نظاراتها الذكية غير المباعة في الصين نالت نظارات سبيكتاكلر التي تنتجها شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات شعبية كبيرة عند إطلاقها أول مرة في الأسواق ولكن بعد ذلك بعام تقريبا كشف تقرير من موقع The Information الأمريكي أن الشركة تمتلك مئات الألاف من أزواج النظارات التي لم تباع في المستودعات الصينية ختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية جيميل في آيفون يقبل حسابات البريد الإلكتروني الأخرى جاء في تفاصيل الخبر تعتزم شركة جوجل فتح تطبيق البريد الإلكتروني جيميل المتخصص للهاتف الذكي آيفون والجهاز اللوحي آيفاد لخدمات البريد الإلكتروني الأخرى حيث سيتمكن المستخدم من استعمال حسابات بريد يهو ومايكروسوفت والخدمات الأخرى عن طريق تطبيق جيميل وإذا رغب المستخدم في تجريب الوظيفة الجديدة فيمكنه المشاركة في اختبار بيتا للوظيفة الجديدة موسيقى